تحرك جديد في المهرة يثير مخاوف من تكرار سيناريو انقلاب سقطرة هذه المرة جاء من بوابة اجتماع عقده عدد من القيادات العسكرية والأمنية في الغيظة تحت لافتة تجاهل وتهميش العسكريين من أبناء المحافظة لكن البيانة الصادرة عن الاجتماع لم يحدد هوية القادة العسكريين والأمنيين الذين شاركوا فيه وطالب السلطة المحلية والرئيس هادي بعدم اصدار أي تعينات من خارج المحافظة وذاك مطلب يتعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الاجتماع دعا أيضا إلى تشكيل قوة عسكرية جديدة من أبناء المحافظة ما يكشف عن توجه لتشكيل ميليشيات جديدة على غرار ميليشيا الحزام الأمني والنخب التي تم تشكيلها في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ومما يزيد المخاوف من هذا التحرق الجديد هو دعم القيادي في المجلس الانتقالي عبدالله بن عفرار الذي أعلن تأييده لهذا الاجتماع ومطالبه ما يؤكد أن هذا التحرق هو مقدمة لتكرار سيناريو إسقاط سقطرة وإدخال المهرة في أتون صراع مسلح برعاية سعودية وإماراتية عبر ذات الأدوات التي تم استخدامها لإسقاط المحافظات المحررة